بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطقا طير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النام لدخلوا مساكينكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به واجئتك من سبع في نبع يقين إني وجدتم مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم واجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا لا يا إله الله هو رب العش العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله عظيم صدق الله